دكتور وحضرتك بتتكلم دلوقتي بتقول الكمبيوترز مؤمنة تماما خيالي سرح كده في البيجرز هل ممكن تكون الأجهزة الإلكترونية اللي كلنا عندنا في بيوتنا ومعانا في إدينا مفخخة إلى وقت معلوم؟ يعني هل ممكن ده يكون سيناريو قائم يعني؟ لا بصي حضرتك هو يعني أولا الحماية أولا كقعدة عامة كده احنا نقول عليها مفيش أمن أمن وسرية معلومات في العالم كله مية في المية ما حدش وصل إلى درجة مية في المية لكن كل اللي أنت حاجة تقدر تعمليه كمؤسسة أو كدولة أو فرض بتصعب على الهاكرز أو الكراكرز أن يوصل لك بتشفر بياناتك أنا بس ما كملتش الحتة دي لكن كمان بقى أنا بعد ما أمنت المبنى وحرده على سؤال حركة أنا بقى عايز أأمن نظم التشغيل اللي بتشغل الكمبيوترز عايز تشغل التطبيقات البرامج البرامج مختلفة عايز أحمي البيانات والمعلومات أحميها جوه المبنى وهي خارجة المبنى ده بيخدم ملايين من البصر في أماكن تانية كثيرة طب البيانات دي لإما مشي في كيبلز فيبر أوبتيك تحت الأرض لإما مشي في الهواء على شكل موجات وفي كلتا الحالات طبعا لو مشي في الهواء بيبقى سهل التقاطها الكيبلز الأرضية مش هقدر إلا بقى لو عندك عميل داخلي عرف المصاري إزاي وعرف يعمل كونكشن منها وعلى فكرة وبمناسبة العميل الداخلي دي على مستوى العالم كله في قاعدة بنقول عندنا ستين في المية من الهاكرز بيبقوا انسايدرز واربعين في المية اوتسايدرز معظم الأماكن اللي تسرقت في العالم وجدوا أن في حد داخلي لإما ساهم لإما سرب معلومة أو ساهم بشكل ما كل ما كانت نسبة مساهمته أكبر كل ما سهل سرقة أو تدمير أو اتلاف متعمد أو غير متعمد أولا اللي بيشتغل في أماكن حساسة لا يمكن يخرج يقول حتى مع أصحابه وآل بيته أصحابه إحنا عملنا كذا وإحنا معنواننا كذا لا دي معلومات سرية كمان الأجهزة الحديثة كلها في مراكز معلومات عشان حتى يأمن شر أي واحد يعني يكون نفسه ضعيفة شوية ما بيخليش على الكمبيوتر بتاعه مجال يحط يو اس بي خالص ليه أنت جايب يو اس بي عايز تنقل حاجة أو عندك فيروس نشاط لا ما فيش تماما أي connections دي نقطة النقطة التانية عندنا برمجيات بترائب الموظفين كلهم مش الغرض أنا شكك فيهم لأن أحيانا حب الاستطلاع أنت موظف في بنك معمول مثلا حسابك أنك بتدخل تعمل عملية معينة السيستم السوفتوير اللي أنت مش شايفه لقاك دخلت على ملف معين بتدور على أكبر عميل عندك مثلا عنده مليارات يبقى أنت عندك نية ما إحنا هنا برمجيات بترائب الناس مش الغرض المرقبة ده كمان بتحل البيانات تشوف طرق غسيل الأموال اللي ماشية ازاي طرق التخريب ازاي مين بيجيله تمولات خارجية كتير يعني حاجات كتيرة إذن النهاردة تأمين البيانات والمعلومات ده جزء كبير طيب هل أنا عملت إيه بقى عشان أأمنها ده فيه تطبيقات مخصوص تأمن نظم المعلومات تأمن الشبكات تأمن البيانات بحط حاجة اسمها مثلا فايروول جهاز فيه برمجيات على الشبكة أي معلومة دخلة خارجة كأنه بيفحصها كأن بالضبط داخل المبنى حطيتل سكانر بحط الموبايل أو الشنطة يفحصها بأي معلومة قبل ما تدخل على الشبكة بتتفحص وفيه بروكسيز تمنع الحاجات الغير مرغوب فيها